وأكيد النهاردة برضو كان عادة عندنا مواضيع كتيرة جدا مهمة تهمنا هنتكلم فيها أكيد أولها هيكون لقاء الأمس اللي انتهى بتعادل غير مرضي بكل الأشكال لجماهير النادي الأهلي لأنه تعادل بيحمل طعم وبين قصين كده وبالتالي مرارة الهزيمة يعني هنتكلم أكيد في هذا الأمر وفي غيره من الموضوعات بس انتوا تابعونا وإن شاء الله تجدوا ما يصركم صباح الفل عليك صباح خير كريم طبعا كان نفسينا نقول صباح النصر لكن مش هنقولها مش هنقولنا ان احنا لن نستحقها الصراحة زي ما كريم كان بيتكلم وزي ما كلنا شعرنا مبارح يعني مش هنقعد نخبي أو هنقعد نجمل الواقع لا مبارح كان الوضع غريب جدا ايه كم الفرص اللي راحت دي حاجة مش مفهومة خالص انتوا كنتوا بتلعبوا بطريقة كويسة جدا كنتوا بتلعبوا بطريقة حماسية كويسة جدا لكن يعني مش معقول كم الفرص الضيعة عشق التاني احنا أصلا بدينا الدوري والأهلي كان فيه تفاقل كبير جدا وقلنا خلاص احنا هنعوض اللي حصل الموسم اللي فات وناس كانت متفاقلة جدا بعد كده المستوى لا ما بقاش زي الاول تماما ومقدرش ابدا ابدا انا او غيري نلوم دلوقتي يعني سوارش مش وارد ان انت اصلا تجيب اسم المدير الفني لان بردو مبارح يقولك شفته انا قلت ان هو اختيار مش عارف ايه ناس ابتدت من دلوقتي طبيعي كان متوقع فمعليش ما نيجي نتكلم او نحلل لازم يبقى في التوقيت حتى السليم نعرف بنقولي لان ده توقيت غير سليم تماما ان حضرتك تنتقد مدير فني لان هو لسه ما شافش حاجة ما عملش حاجة فالمشكلة دلوقتي لو حنلوم حد او حيبقى فيه علامة استفهمة وعلى اللعيبة يا ليه الفاينل توتش بتاعتنا عاملة كده يا ليه الفورس بتحصل كده عشان الجملة دي عشان انت بقالك فترة طويلة دايما يعني خلاص بقى تمقترن عندي الجملة دي بيك انت شخصيا الفاينل توتش الفاينل توتش انبارح كان عندنا مشكلة كبيرة في هذا الاطار يعني استحواز واستحوزنا و22 تزديدة على المرمى يعني 22 مرة الفاينل توتش فعلا اللمسات النهائية اللي بينتج عنها اهداف ماقول هدف مش هيجي بس بمجرد هجوم لا لازم يكون هجوم وحتى لو كان منظم زي ما شفنا بكتير من احداث لقاء امبارح ولكن في الاخر الفاعلية مش بتترجم بصورة اهداف ليه قدينة حنحاول نفهم مع بعض بس الجونة على السعيد الاخر عشان برضو الحق يقلق هو لعب كويس تعادلات كتيرة مع اهلي وسيراميكا وكان البنك الاهلي وطلع الجيش حسب ما انا متذكرة فهو تعادل يعني في مطشط كتيرة جدا لكن ما قدرش برضا اقول امبارح ان هو ما لعبش كويس هو لعب كويس بصراحة تكتلات دفاعي كويسة جدا احنا اللي ضيعنا فرص كتيرة جدا على كل حال